قلت الوراء من صعد لأشار من بدري إلى ما قاله الزميل أحمد الخضري في ضيافة الأستاذ محمد شبانة عن ما الأهل عمل كده وده قول باطل يراد به باطل هنشوف أحمد الخضري مع شبانة وأقول لكم هو الأهل عمل إيه بالضبط اتقرأك في الحاج القدسة بتاعت النهاردة الشيب وتحوله للانضباط وحسن الشحيات هو من اللي خدت قراره الأول نهاردة هو الحاج عامر داخل معي مداخلة الحاج عامر حسين قال لي احنا أول ما جالنا مذكرة النادي الآلي حاولناها عشان القرونية تمام لسه الرد جالينا نهاردة عشان القرونية أخدنا عشان القرونية جاء من نهاردة والله أنا بسأله قاله هم عادوا يدرسوا 28 و20 يوم يا فندم يا فندم أنت أصدك أنه قرار متأخر تاويد غريب وقبل بطولة أفريقيا يعني تاويد غريب أنا مش عارف يعني هو يعني ما خد بالك في محامين برضو بتتغلوا بتسألوا يعني أنا اي هو موضع داكر برضو في شهادات واستدعاقات هو معرفش يدرب كويس يشيبي يعني هو مفروك أن يدرب ألفين ثلاثة يعني أنا بسألك تقولي رأيك فاسبني أقول رأيك أنا شايف لأ أخبار مش مناسبة حاج يعمل يخش يقول اللايحة مش اللايحة مش حاجة يسمعها ألم بماتشن واحد يعترد لحاكم أربع خمس ماتشات مفيش كده في الدنيا أن واحد يدرب وتعمل وهيبطله كور مفيش كده في الدنيا خالص طيب دي حاجة إحنا اللي اعترد المشكلة في إيه إنه هو لجأ للقضاء ماذا كده طيب ماذا مالك عنده قضية عم 13 ل 14 في القضاء العاتي محدش يقولون ما تقولون ليه لا أصديق ماشي بس كامل هو بيتحدثوا عن أن كل ما هو في حرم المباراة التي تبدأ بدخول أوتوبيسات اللعيبة وتنتابنها هو شأن خاص فقط باتحاد كرة القضاء لا أي حاجة ما أصلا ترجع للقضاء الإداري للقضاء العيد القضاء الإداري في حالة إغلاق مركز التسوية ده القائم دلوقتي ده قائم يعني بحالة مركز التسوية طيب لكن أنا أقصد بس في دي الحرم بتاع الملع يعني الأهلي من حقه أنه الموضوع عبدالله السعيد يلجأ للقضاء المدني عادي لجنة الانضباط اللي هي حلال الشيبي مش كويس مش ديه اللي هي اللي هي قالك إيه قالك لأ طيب يعقوبة كهرباء تتعطل لغاية ما يتم البات لا مش ديه يا فانت بسترناني بس لا استقناف يا ما أكمل قالك نأجل لغاية ما القضية اللي الأهلي رفحها لأن أجل المرحوم المستشار السادة عدل الشرباني يا فاندم الأهلي رفع قضية بيشكل في اللي رجل تلقباته بتاع طيب أنا بقول للأهلي رفع قضية رفع قضية فين في قضاء المدني فهو هتيجي كل القصة دي إن الشيبي هو اللي تلقى قلطان في الآخر ومحدش فاكر إن الرجل حسين الشحاد ده كان مفروض سبع ثمان ماتشاته وستة شهر وبتاع ما حالش بيجيب سيرة عجبني أقوي اتحاد الكورة بجاد وبيكتمعوا ويمرروا ويقول لك مش عارف يعني الواحد مش لايك هل ماقوله والله بص يا جماعة حدثت صفع لاعب للاعب ممكن تستاهل إيقاف سنة وكان قبل كده فيه لوائح خلت سامير كامونة اللي هو حرب في نهاية كاس مصر الأهل والمحلة نسب إلى سامير كامونة إنه أشار بصبعه إشارة خدشة لم يحدث ما حصلش منه كابتن فاروق جعفر كان ساعدها المدير الفني للمحلة برقه ومع هذا اتحاد الكورة وقتها والله هو حرب الدهشوري تشددوا وددوا سنة وتقريبا قادوا على سامير كامونة وعلاقته وقتها لأنه من بعدها مستوى ما رجعش ده لأنه كان فيه لايحة بتقول كده أو هكذا قالوا وقتها هنا صفع لاعب للاعب قد يستحق إيقاف سنة وقد يستحق شد وقد يستحق عشر مطشاط لكن غير اللايحة نص على كده في اللايحة إنما كل البهوات بتوع الأندية اللي بيعترضوا واللي إعلامهم بيتكلم هم ماضين على اللايحة قبل بداية الموسم خلاص خل الممارسة أفرزت إن السلوك زي كده يستحق إيقاف سنة اللي يعمل وياخد سنة عدل اللايحة بس عدل اللايحة ونص عليها أما وإن اللايحة موجودة فلا عقوبة إلا بنص وأنا جبتلك وقعة في الملعب بالضبط هنجب علهم ده ما يخص عقوبة ده لأنه ده منصوص عليها يعني عامر حسين لما الشرباجة الله يرحمه حاب يطلب اللايحة بعث له اللايحة وبعث له التقرير فقال له خلاص أنتوا بتتكلموا في إيه عايزين تتشددوا غيروا اللايحة لكن في قوله باطل بقى اللي قاله أخونا أحمد الخضري ما يخص لجوء الأهل للقضاء وهنا مرة تانية وتالتة وعشرة الأهل اللي راح القضاء مرتين مرة في أزمة عبدالله السعيد فيما يخص عقد اللاعب مع النادي الأهلي ما راحش للقضاء للإداري ولا المدني راح للمحكمة الرياضية المصرية مركز التسوية وفض المنازعات الرياضية اللي بعد كده بكتير المحكمة الدشترية أوقفت العمل بيه وطلبت بوضع اللايحة جديدة ليه بخط إجراء بصب لمسألة إجرائية كان ينبغي أن تختر جهة ما هي لتعين يعني أنه مركز التسوية المفروض اللايحة بتاعته تعتمد من جهة الاختصاص جهة الاختصاص هنا لجنة الفتوى والتشريع في مجلس النواب يعني قالت المحكمة الدستورية للحكومة قدم مشروع للمجلس النواب بلايحة مركز التسوية والتحكيم الرياضي علشان تعتمد مش تعني في الموضوع لكن اللجنة الإولمبية مش هي اللي تحط لايحة هذا المركز إذن لغاية لما توقف مركز التسوية كان الأهل لاجأ له وده حق قانوني طبيعي صحيح بالعكس الفيفا بيقولك روح للمحكمة دي أنت عشان تستكمل التشريع المؤسسة التشريع الرياضي بتاعك لازم أن يبقى عندك مركز التسوية وده المسار أنت روحت في المسار الصح ما خرقتوش وما بيارك وخدت الحكم منه النقطة التانية لايحة النظام الأساسي بتاعت اتحاد الكرة اللي اعتمدها الفيفا قالت أنه لجنة الانضباط ولجنة التظلمات ولجنة اللجان القانونية في الاتحاد يجد أن تكون منتخبة من الجمعية العمومية اتحاد الكرة خالف الليحة دي وعين السادة المستشارين أعضاء لجنة الانضباط النادي الأهلي فتح الليحة طب لو فيه حاجة في الليحة دي يا جماعة اتطبقت غلط نروح لمين فلقى الليحة نفسها بتقوله روح للقضاء الإداري يعني الأهلي مش خالف الليحة جنفس الليحة بصوا الصورة اللي هتطلوها على الشاشة دي لايحة النظام الأساسي قالت في الجهات القضاء يعني لما هتلجى لجهات القضاء جهات القضاء العادي والإداري التي تختص ياريت نشوف بس الليحة جهات القضاء العادي والإداري التي تختص بنظر المنازعات القضائية وفق اختصاصاته دي المادة 28 بتاعت اتحاد الكرة اللي بتحذر اللجوء للقضاء 38 38 اللي بتحذر اللجوء للقضاء وبتقول انه بيحذر على اي لا يجوز للأنداء والمسؤولين وعناصر اللعبة اللجوء لأي من المحاكم القضائية والإدارية لحل النزاع الرياضي يتعلق بكرة القدم يعني اللي ضربوا بعض في الملعب دول ده نزاع يتعلق بكرة القدم ما كانوش بيتخانوا على شاقة بيشتروها ده دي اللي بتحذر اللجوء للقضاء لكنه لاحت النظام الأساسي بقى البند اللي بعدين مهم جدا أستاذ إبراهيم إقراء بيختص المجلس دون غيره بتفسير بتفسير اي من المواد هذه اللي احب هو اللي يفاصل اه في حالة الخلاف على تفسيرها وذلك بعد تقديم مذكرة يعني قالت انه مجلس جمال علام كمجلس إدارة الاتحاد هو اللي يفاصل هو اللي يختص يقولك روح اليابة ولا لا بالضبط فعشان كده هو مبارح يستخدم حقه القانوني وحل الانضباط لكن اللي انا بقوله لكم بقى التحاد الكرة كمان فيما يخص تحديد جهات القضاءgesetz الذي كان الناديuvo ال virgin ли رح لها جهات قضاء الجهات القضاء العادي والإداري التي تختص بنظر المنازعات القضائية وفق اختصاصها شايفينها شايفة عم أحمد الخضري هذه جهات القضاء جهات القضاء العادي والإداري يعني لما يكون فيه حاجة في هذه اللايحة مش عجبةك وفق الاختصاصها وروح للقضاء العادي او الإداري وإلا هتروح لمين فالنادي الآلي عمل إيه لما لقى اتحاد الكرة شكل لجنة الانضباط بالتعيين مش بالانتخاب رح رايح فتح اللايحة أروح لمين لا اللايحة بتقوله روح للقضاء الإداري رح رايح للقضاء الإداري يقول لهم لو سمحتوا أنا عضو جمعية اتحاد الكرة وفي مخالفة للايحة أدي نصها في الوقت ده اتحاد الكرة سيد جمال علام اتصل بالكابت المحمود الخطيب والسيد الوزير اتصل بالكابت المحمود الخطيب وطلبوا النادي الآلي يسحب شكواه وقالوا انه في أعرب جمعية عمومية اتحاد الكرة هيعرض على الجمعية العمومية التشكيل الجديد للجنة الانضباط واللجانة القانونية عشان يصوب هذا الخط سحب الآلي شكواه بناء على هذا التدخل ووعد بالتصحيح ادي سبب لجوء الآلي في الوقت دي هديتك مش عربت اه اللجنة الولمبياة الدولية عملت هي التحكيم لجأ كما ينص الدستور وكما يتنص اللواح بتاعت الاتحاد الدولي ايه واللي بتقولك روح لها ايه دون غيرها ايه لقين فيه خطأ في الإجراءات نفس الشيء لما الأهل احتاج على تكوين لجنة التظلمات ايه انك انت شكلت بالخطأ اللجنة المفروض المنتخبة عينتها فانت روح تلجيه الإدارية ها مين اللي حيقول ان اللجنة دي صحة والغلط ده على غرار اللجنة الولمبية طالما ان فيه خطأ في الإجراءات كان ينتظر ان يزدوا القرار بعدم قانونية هذه اللجنة ايه ولكن حرصا على مصلحة الكرة المصرية وبناء على رغبة من المسؤولين الارضيين الكبار في مصر وبوعد انه سيتم التصحيح وفي اقرب جمعية عمومية بانتخاب لجنة منتخبة اسحبوا شاكوتكم وقضيتكم واحنا هتصلح الموضع والسجابة الاهلي هذا ما هو يعدس الاهل انت خرجت عن الناس وروحت للنيابة للنيابة لسه على فكرة فيش قضية لسه النيابة جاءت تحقيق يعني قد تحفظ وقد تبرر وقد تحيل وقد تحيل وقد تكتفي مثلا بقراه انما المصار انت رحت هيروح يقول اسمامه ما هو معامو حميد لجنة الانضباط طبقا للواحدي هتاخد قرارها انا عايزك بقى تكمل انت وضحت خلاص سيد احمد الخضري يعني الكلام العطيف الانفعال اللي قاله وانا ما شفتوش منفعلا حتى فيه قضايا تخص نادي زمال بذلك الامر ولكنه يعني كان انتظر الفكرة مش كلها انك انت لعب تجيب حقه انت عايش تقضي على لعب اخر ايوة ولا في دماغهم لان اللعب جاب حقه بالاعتذار جاب حقه بالغرامة اللي فردت على المخطئ جاب حقه بالايقاف بايدانة النادي بتاعه له وغرامته وايقافه من قبل الاتحاد والرأي العام ادان والاعتذار الشخصي والعلن المتكرر من اللعب حقه قاله لكن انت ده مش حقه هو المقصود الشحات المقصود ازاي انا اوقف اللعب في النادي اللي قال لي بس هو ده مربط الكلام يا جماعة وعشان كده توالت وحيعتبروه انتصار شخصي ليهم مش للشيبي ايه هو دليل على كده ان يتم احتضانه من النقاط يعني انت بتعمل ايه دلوقتي احنا عاديين بنعمل ايه بنوضع بايه بالحقيقة والمادة بتلجأ الى نصوص اه لائحية وقانونية وتؤصلها الى نص دستوري ايه مش بتتكلم بوجهة نظرك ارتجالي اه كل اللي تكلموا دول وجهة نظر يعني هتجد ان الستاذ هاني هتحوت اذا كان ما قرأته هنطلع لفاصل بعد الفاصل هتشوف كلام هاني هتحوت وكلام موبره مابده